السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم دلوقتي يا ولاد بإذن الله هنحل على lunar eclipse هنفتح مع بعض البوكلت page number 46 وهنحل أول سؤال complete the following sentence عندنا number 1 in the total lunar eclipse the sun and the earth and space are on one space with the a in the middle طبعا هو أليف اللون lunar eclipse فهنا أقوله sun earth and moon one straight line with the a in the middle مين اللي بتبقى في النص ماذا هو lunar earth أنا اللي بتبقى في النص with the earth in the middle طب number 2 space occurs when the space comes between the sun rays and a part or whole of the moon يبقى هنقول lunar eclipse occurs when the earth comes between the sun rays and part of the moon تمام 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 يبقى هو أعرفني إن هي between sun and moon فأكيد هي earth فكده معناه إن تالونر eclipse عشان هو تتابلي في السؤال إن هي sun between sun and the moon فأكيد من اللي هتبقى between sun and moon هي تبقى هال earth تم معنى ذلك إن earth هي الميت بوينت فاشين كده أنا قلت عليها lunar eclipse وما قلتش عليها solar eclipse تمام number 3 the types of lunar eclipse are عندنا types برافو total partial and no lunar eclipse أو semi-shaded lunar eclipse semi-shaded lunar eclipse تمام أو عندنا تقتلوا بارشول تمام number 4 the lunar eclipse cycle starts with lunar eclipse cycle starts with a a lunar eclipse في space ولك lunar eclipse then partial lunar eclipse then a lunar eclipse أول حاجة بتبدأ بتبقى semi-shaded اللي هو بيبقى لسه semi-shaded شدد ده الايه اللي starts اللي هو قلنا علي بيبدأ بيبدأ اللون بيبقى red فده ايه semi-shaded lunar eclipse then partial lunar eclipse then total lunar eclipse اللي هو كلت بالأولين يعني اللي هو بتحول اللون اللي الفاض تمام يبقى قولنا بنبدأ بالـ semi-shaded مشو بارك البارشل partial lunar eclipse then total لونر اكليبس ان امبرا ريجو تمام كده احنا خلصنا الكمبينات نبدأ في الوات حابن تمام معي احنا في بيج نمبر فورتي سيكس في سؤال بتاع اللونر اكليبس تمام بيج نمبر فورتي سيكس نمبر وان يعني هو ايه اللي هيحدث واتحابن هو انزا مون لايز انزا ايرس بن امبرا يبقى الهون مون بقى فين في البن امبرا طب ده يحصل لونر اكليبس لا فده نونر اكليبس هنقول ايه يعني اللي اجابة تبقى هو هيكون يعني لونه باهد كده شوية وزود اكليبس تمام تمام؟ لان هو دلوقتي الهول مون في البن امبرا اللي هي في البن امبرا او امبرا قوز امنو هو اللي في البن امبرا يبقى ايه؟ بارشل لونر اكليبس برافو طيب نمبر سري ذا مون مضمن بارت تبقى ايه؟ بارشل insular اكليبس لانه دلوقتي بيقولك المون هو اللي بيع من ببارتise مش the earth هي اللي بتعمل heights فمضام المون هو اللي بتعمل heights يبقى المون in the middle فمضام المون in the middle تبقى ايه solar فهو بيقولك apart تبقى ايه partial solar eclipse occurs خلاص نعيد ده السؤال تبع ال ايه solar eclipse نجي ال right scientific term number c the type of eclipse that can be seen at night only ايه هو الطيب ده اللي بشوفه بالليل بس طبعا the lunar eclipse اوكي لانه هو اللي type of eclipse هنقوله ايه the lunar eclipse طيب number two the phenomena that occurs in the middle of the lunar months تحدث في ايه في المدل مش beginning لا في المدل of the lunar months هقوله ايه lunar eclipse برافو number three the lunar eclipse which is the whole moon enters the earth's umbrella الهول مون في الامبرا تبقى ايه total lunar eclipse لانه كل المون في الامبرا برافو نجي لتجيب ريزون number one the moon is colored red as the total lunar eclipse ليه في total lunar eclipse في البداية بيبقى the moon is colored ring هنقول ايه هنقول ايه هنقول ايه احنا خدنا السؤال ده بنقول ايه ساعتها بنقول ايه السؤال اللي بيقول the moon is colored red when the moon is colored red as the total of lunar eclipse هنقول ايه ايوه ايوه برافو due to the red rays which aren't absorbed by the earth are reached to the moon طبعا احنا قلنا ان فيه جزء من الاشعار red rays ايه ما ساعتها في الوقت ده الارض ما بتبقاش امتصتها وبتصل للمون فده اللي بيخلي ان في البداية المون بيبقى لونه ايه red هنقوله because the red rays which aren't absorbed by the earth and reached to the moon تمام السؤال ده سهل وبسيط هو فهمينه ان في البداية بيبقى في جزء من الاشعار بتصل الى المون لان ما بيمتصهاش الليه الارض ساعتها في البداية تمام نمبر تو بيقول لنا ايه occurrence of the lunar eclipse ليه اساسا بتحدث هذه الزهرات ولا because the earth comes between the sun and the moon on one street line ساعتها بتقوله definition اوكي بتقوله ساعتها and the earth in the بضض وراوه لانه بتتكلم عن lunar eclipse ده مننسبة لأسئلة البوكلت في الهزئة دي لو هنيجي نفتح اسئلة ال school book زي ما احنا شايفين نجيب مع بعض بيجي نمبر سكستي وان اول حاجة بيقولك compare between the two phenomena lunar and solar eclipse ده homework لان احنا خدناه وانا اعلاه لكم شوية تمام فهو سهل جدا واخدينه ساعة ما كنا بنشرح الدرس خلاص كده تمام نمبر تو لانا جايف لايضا تمام وممكن كمان لو هي عايز تقول الحاجة الصحة الزبب مفيش اي مشكلة ماشي بس احنا ما بنيجي في الامتحان ما بنجيب لكش النموذج ده بنجيب لك بطرور فالس لو في حاجة غلط اما بقولوش تمام نمبر ايه او طبعا برافو السؤال ده بيجيب ريزون ان ليتو في نومنا كان بريتكتد هنقول ايه بيكوز ايارث ريفورفز اراؤن زا فيكسد اوربت ان زا مون ريفورفز اراؤن زا فيكسد اوربت وده كان بي ايه بريتكتد ريجولاري تمام تمام اه نيجي بقى بيقولك ايه اه اه درو ديافراج مالاستريز ده لون ايكلبس طبعا سهله جدا اني احط ثلاثة عاليستريتل وايوبحط ايارث انا ماذا ايه 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 ايوه ايارث يزا لارجر زان زا مون فماذا هيحدث الرنجبة؟ مش هينفع تمام إقزامن الثالثة لونر إكليبس عندنا إيه تايبز أوف إكليبس عندك نوعين عندنا التوتل وعندنا البارشل وما بيقولك التوتل إذا عايزك تكتفي إيه هتقوله في التوتل هون 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 مون انترزل إيه زى شادو أريا وزي إيرز وهنقول مثلا هون مون تنتستورت ناس هنكتب الكلام ده نيجي في البارشل إكليبس أكير زهون أيوة بارشل يبقى بارد ومون انترزل إيه زى شادو أريا أو الأمبرا شادو أريا تمام أكير زهون هتقوله هون هون زي إيرز إمتبع لونر إكليبس أساسا هون زهون اللي هي السحب التاني ده هنقوله إيه هون زي إيرز قمز بتوين زمون انز صن اون وان تريد كلام ده سهل وبسيط خلاص كده تمام لو ألمنا بيج نومبر سيكستي سهلة جدا أول حاجة جستفاي زي يجيب ريزون كده بيقولك ويشود ده الهون سري تست ده قوله ويشود نتلقى أسان بايد زي نيجد إيه بكوز زي صن اممت هارم فالرadiation ارترافير وإنفراليد ذات سكوز بلندس او افكت دوزارتنا فلازم نلبس إيه اسبش سنعتبرها بإذن الله هومورك لكي نخلصها على نفس الجزئية اللي اخذناها هو دا تست ونخلصنا بإذن الله المنهج ومش خلصنا المنهج يعني خلصنا اليونت ده وكل سنة وتطيبين وإن شاء الله هنشوف اليونت الأخير نعمله بإذن الله وربنا يكرمه ويمكنوا نفهمين كل حاجة وأي حد واقف عنده حاجة يريتي يبلغني وأنا تحت أمركو في أي وقت ماشي حبيبي كل سنة وتطيبين وإن شاء الله يعدي ربنا الأيام دي على خير جود باي